هناك شخص يقول يستشهد بآية من القرآن الكريم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ويقول أن هذا يوضح أن الشاهد الذي شهد على سيدنا يوسف لم يكن طفلا رضيعا كما هو متعارف عليه وسؤال آخر يقول وماذا عن الطفل الذي نطق في مهد أمه المؤمنة من بطش فرعون عندما قام برمي أطفالها نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا السؤال ينبع عن حديث أو عفوا أثر رواية روية عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال تكلم أربعة في المهدي وهم صغار ابن ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريح أو جريح وعيسى بن مريم عليه السلام في الحقيقة هذه الروايات يعني المسيح المعودة عليه السلام بشكل عام أولا المسيح المعودة عليه السلام عندما كان يقرأ هذه الأحاديث أو الروايات أو الآثار لم يكن يردها مباشرة أو يرفض الأحاديث كان المسيح المعودة عليه السلام من طريقه أو طريقته في اتخاذ الأحاديث هي أنها ما دامت لا تعارض ولا تناقض القرآن الكريم بشكل مباشر فهو لا يردها ويحاول أن يأخذها على محمل المجاز أو أنها كانت منامات وإلى غير ذلك فبالنسبة لهذا الحديث أو هذه الرواية هذه كانت إصطلاحات تستخدمها كان العرب يستخدمها في الماضي ومازالوا يستخدمونها إلى يومنا هذا وحتى غير العرب أيضا يستخدمون مثل هذه الإصطلاحات وهي أنها إذا كان هناك شاب صغير من عمره عمل عملا يعني أكبر من عمره ومدهش ويجذب أنظار الآخرين فيقول له كبار السن هذا ما زال صبيا أو ما زال طفلا كيف له أن يفعل عملا هكذا كبير حتى عندنا في العمية في اللغة الدارجة أيضا نستخدم هذه الإصطلاحات والتعابير ونقول هذا ابن بيرح وكيف له أن يعمل عملا كهذا فهذه أيضا في الإنجليزية والأردية وباقي اللغات تستخدم نفس الإصطلاحات كذلك استخدم لعيسى بن مريم عليه السلام ولابن بنت فرعون وغيرهم أنهم كانوا صغار السن ولكن عملوا عملا كبيرا وكذلك نأخذها ونفهم من أن هذا الشاهد الذي شهد واقعة يوسف عليه السلام أنه كان صغير السن ليس طفلا وشهد عن شيء كبير حدث أمامه يعني عمل عملا أكبر منهم فهذا المفهوم الذي نتخذه نحن عندنا في الجماعة ترجمة نانسي قنقر